نروح لمحافظة أسوان حيث نظم المجلس القومي للمرأة 21 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وكمان أربع ندوات لريادة العمال وده داخل قرى إدفو وكمومبو ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت الجلسات دي توعية 1050 سيدة ورجل بمدن وقرى أسوان وتناولة الجلسات منقشة القضية السكانية وتحدياتها وكمان قضايا زواج القصرات وصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء